اشتركوا في القناة صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراد وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها نطرح في هذا البرنامج مختلف المواضيع الصحية والطبية التي تشغل بها للجميع فأطيب التحيات مني إليكم محدثكم حمود يوسف العلي وفي التنسيق معنا لخطة أشواغ مسعد وأيضا في الإخراج معنا المبدأ دائما أستاذ عيسى سبيل فنتمنى أن تكون إن شاء الله حلقة خفيفة لطيفة فيها من المعلومات التي تفيدكم إن شاء الله طبعا اليوم الأحد ما طلع الأسبوع وكل أحد مثل ما أنتم متعودين يطالعنا ملحق البيان الصحي الصادر مع صحيفة البيان وهذا بالتعاون ما بين هيئة الصحة بدبي وصحيفة البيان يطالعنا بمجموعة من الأخبار المهمة نحن اخترنا منها يعني بعض الأخبار أول أخبارنا بتحدث عن تذكرون سالفة التأمين الصحي فيقول لك فيه إقبال لافت من خارج دبي للانضمام إلى منظومة الضمان الصحي منحت هيئة الصحة في دبي جميع الأفراد فترة تسماح ممتدة حتى نهاية العام الجاري 2016 لشراء باقات التأمين الصحي من دون توقيع أي غرامة وذلك ضمن منظومة الضمان التي أسست لها وكفلت تنفيذها بموجة بأحكام القانون رقم 11 لسنة 2013 فيما تدفق طلبات الشراء باقات التأمين الصحي على الهيئة من خارج إمارة دبي طبعا بحسب الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التأمين الصحي أوضح أن منظومة الضمان الصحي في دبي تم تصميمها لاستيعاب الشركات والأفراد الراغبين في الانضمام إليها والاستفادة من خدماتها من سائر إمارات الدولة وكانت هيئة الصحة في دبي قد تدرجت في تطبيق قانون الضمان الصحي منذ عام 2013 وفق مراحل مرينة لمنح الشركات والأفراد شراء الباقات المتنوعة للتأمين ووفقا لذلك تم تحديد نهاية يونيو الجاري كونه حد أقصى لانضمام الجميع للتأمين وللبدء في تنفيذ ضوابط الغرامات المقررة فيما أعلنت الهيئة عن عدم تطبيق الغرامات على الأفراد حتى نهاية العام الجاري على الأفراد ها؟ لحد يقول لي إيش اسمه لا نحن بس الأفراد اللي هم عندهم فئات العمالة المنزلية طبعا وهذا شيء ضروري لازم الكلفة بيكون مؤمن الشاهد وين الدكتور حيدر اليوسف أشاري لأنه بموجب الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر القائم بينها وبين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وتعزيزا لتنفيذ القانون فقد تم ربط تجديد الإقامة بشهادة التأمين الصحي التي أصبحت من الأوراق الثبوتية المطلوبة للشركات في السياق نفسه أعلن عن تدفق الكثير من طلبات الأفراد من خارج إمارة جبيل لشراء باقات التأمين الخاصة بفئة الخدم والأفراد بوجه عام وهو ما يظهر مدى الوعي المجتمع بأهمية التأمين موضحا أن الهيئة رخصت مجموعة من شركات التأمين لتوفير الباقات التي يتراوح سعرها من 550 و700 درهم حسب نوعية الباقة وسلة الخدمات وأنه يمكن لجميع الأفراد في دبي وخارج دبي التعامل مباشرة مع الشركات المعتمدة لشراء ما يناسبهم من الباقات طبعا كان هذا موضوع الأسبوع الماضي واللي يترنا العديد من السفسارات ونحن استضافنا أيضا دكتور حيدر اليوسف في حلقة مميزة كانت يوم الخميس رد على جميع السفسارات في هذا المجال فأتقد أن الأمور واضحة بإذن الله وأيضا هذا ما يمنع أن نحن نستضيه بين فترة وفترة حيدر على الأساس يرد على المزيد من السفسارات بين فترة وفترة على موضوع التأمين خبر ثاني يقول صحة دبي تطرح عقارا لمرض بطانة الرحم المهاجرة ضمن مساعيها الرامية لتوفير أحدث العلاجات العالمية في مستشفياتها ومراكزها الصحية أدخلت هيئة الصحة في دبي عقارا جديدا لمرض بطانة الرحم المهاجرة بعد الانتهاء من إجراءات تسجيله وترخيصه في الدولة ويأتي ذلك بعدما كان العلاج الوحيد الذي يعطى لمريضات بطانة الرحم المهاجرة هو مسكرات الألم سيعمل العقار الجديد على تخفيف الآلام المصاحبة للمرض بعدما أثبتت التجارب السريرية التي تم إجراؤها على نساء يعانين من بطانة الرحم لمدة وصلت إلى خمسة عشر شهرا حيث أن الدواء الجديد بتركيبة الدينوكيست أثبت فعاليته في الحد من الألم كما أن تقرير المرضى الذين عولجوا بهذا الدواء في تجارب سريرية أشار إلى تحسن المستمر في التخفيف من الآلام المصاحبة لمرض بطانة الرحم المهاجرة على مدى خمسة عشر شهرا طبعا أشواق خلينا فرمضان بعد إذاكم الله خير رتبي لي حطي هذا النوت أن رتب مداخلة مع مستشفى لطيفة عن موضوع بطانة الرحم المهاجر من زمان ما تكلمنا عن هذا المرض خبر ثاني يقول أو ثالث يقول عملية منظار أولى من نوعها لمولود في مستشفى لطيفة تمكن طباء قسم الجراحة في مستشفى لطيفة من إجراء أول عملية من نوعها على مستشفى على مستوى المستشفى لطف الحديث الولادة يطلق عليها ترميم فتق الحاجب الحجاب الحاجز ترميم فتق الحجاب الحاجز الولادي عن طريق المنظر وتكللت العملية الحمد لله بالنجاح التام وقالت الدكتورة مونة تهلك المدير التنفيذي المستشفى ينقسم فتق الحجاب الحاجز إلى فتق خلقي وفتق ناتج عن إصابة الحجاب الحاجز وفتق المريب وسليب جراحة الأطفال المستخدمة في علاج هذه الحالات تطورت وتقدمت كثيرا وتحولت من مجرد غلق مكان الفتق عن طريق فتح كبير إلى العلاج عن طريق المنظر وشارت إلى أن عملية إصلاح الفتح كانت تتم في السابق عن طريق الفتح ولكن طباء الجراحة جروها لأول مرة باستخدام المنظر لما له من فوائد كثيرة لا توجد في الطريقة التقليدية ومنها أنه يقلل من الألم الناتج عن إجراء العملية وتقل مدة إقامة المريض بالمستشفى ويعود إلى كامل نشاطه بسرعة وفي مدة أقل من الطريقة العادية مؤكدة أن الاتجاه الآن هو نحو استخدام المناظير في علاج الفتق الحجاب الحاجز طبعا المناظير حتى علاج فيه أمور كثيرة والتوجه أصلا الحين على الروبورتات اللي بتسوي العمليات هذه عموما فوائد صحية مذهلة لبذور البطيخ تحتوي بذور البطيخ على مصادر عديدة لديها القدرة على حل المشاكل المتعلقة بالمسالك البولية والكيلة وذلك عن طريق غلي البذور في الماء وشربه مما يساعد على تطهير الكليتين وتعود بذور البطيخ جيدة لتعزيز المناعة لأنها تحتوي على الماقنيسيوم المفيد للصحة العامة للجسم وتبطئ من عملية الشيخوخة لأنها غنية بالمواد المضادة للأكسدة التي تبطئ من الشيخوخة والحفاظ على صحة الجلد كما أنها تمنع ارتفاع ضغط الدم لأن بذور البطيخ تحتوي على مركب أرجنين الذي يمنع مشاكل ضغط الدم على طاري الأغذية والفوائد الصحية نحن إن شاء الله خلال شهر رمضان بتكون معانا بشكل يومي خصائية التغذية وفا عايش بترد على جميع السفساراتكم كذلك خلال رمضان على موضوع التغذية والصحة في رمضان في خبر يقول القرفة سلاح للقضاء على شلل الرعاش قال باحثون أن القرفة ربما تكون سلاحا سري في الجهود التي يتم بذلها من أجل قضاء على مرض شلل الرعاش حيث تبين أنها تحتوي على مادة كيميائية يمكنها حماية الدماغ حيث يقوم الكبد بتحويل القرفة إلى بنزوات الصوديوم وفي دراسة أجريت على مجوعة من الفران التجارب بالمركز الطبي التابع لجامعة راش في شيكاغو وجد فريق من الباحثين أن تلك المادة الكيميائية الموجودة بالقرفة تدخل بعد ذلك الدماغ وتوقف فقدان البروتينات التي تساعد على حماية الخلايا وتحمل الخلايا العصبية وتحسن وظائف الحركية وقال بهذا الخصوص الباحث الرئيسي في الدراسة بروفيسور كاليبادا باهان تستخدم القرفة على نطاق واسع كنوع من أنواع التوابل بكل أنحاء العالم منذ خرون وهو ما يجعلها ربما واحدة من أكثر طرق أمانا لوقف تقدم المرض لدى مرض شلل الرعاش وتابع حديثه وقال قائلا من الضروري فهم الطريقة التي يعمل من خلالها المرض بغية تطوير عقاقية فعالة يمكنها توفير الحماية للدماغ وإيقاف تطور مرض شلل الرعاش طولنا عليكم يا جماعة الخير نطلع فاصل وبعد الفاصل ما نستكمل فقرات برنامجنا أيضا للتواصل معنا يمكنكم اتصل على الرقم 600551414 أو عبر الرسالة النصية على الرقم 4006 فاصل وما نرجع لكم صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم بكل خير مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم في الجزء ثاني من برنامجنا صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتنا المميزة دائما إذاعت نور دبي مستمعين يعني بس هذا تذكير بالحملة اللي أطلقتها هيئة الصحة بدبي حملة عالمية للتبرع بالدم تحت شعار كوني الأول في التبرع بالدم وطبعا هذه الحملة يروج لها نجم كرة القدم البرتغالي وريال مدريد كارسيانو رونالدو ومن يوم أطلقتها إليه هذا بتستمر تقريبا عام كامل بهدف تنمية الوعي المجتمع بقيمة وأهمية التبرع بالدم وتحقيق الكميات الكافية من الدم لمحتاجها من المرضى وأيضا هذه دعوة لكم حقيقة لأن دائما في رمضان يعني قل شوية التبرعات في الدم فتكون فيه هناك احتياجات أكبر لكميات الدم فندعوكم بعدم التوقف عن التبرع بالدم لأن هذه مسألة إنسانية قمة في الرقي وقمة في الروعة وأيضا الأجر يعني الواحد يوم يسوي شغلة في رمضان بعد أعتقد أن الأجر يكون مضاعف ما نخبركم على أوقات الدوام بالنسبة لمركز دبي للتبرع بالدم اللي موجود فيه حرام مستشفى لطيفة أيضا من جهة ثانية نجح طباء قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى دبي في إجراء عملية معقدة لطفلة كانت تعاني من مشاكل في التنفس وتنقلت بين العديد من المستشفيات خارج الدولة إلى أن وصلت أخيرا إلى مستشفى دبي الذي تمكن من إنهاء معاناة هذه المريضة بعد إجراء عملية ناجحة لها لتمارس حياتها بعد ذلك بشكل طبيعي نحن نبغي نتعرف على هذه العملية ونعرف تفاصيلها ونعرف شو الأشياء اللي كانت تعاني منها هذه المريضة فعشان شيء يعني آثرنا أن نتصف الدكتور جمال قسومة استشاري أمراض وجراحات الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى دبي الظاهر الخط فصل معاه عموما نحن ما نحاول نتواصل معاه لأننا اللي أعرفه أن مناخذه ما بين عمليتين يعني هذه الفترة اللي موجود فيها الدكتور فاضي فشوفي الأشواء إذا الدكتور بس كان معانا عطيني أعطيني خبر على أساس أني أنا أرجع للدكتور أيضا مستمعين يعني أول شيء نقولكم يعني كل عام وأنت بخير مقدما زيان بحلول شهر الخير وشهر البركات يقول لا داعي للصوم قبل فحص نسبة الكولسترول بالدم خالوصة مجموعة من الخبراء الطبيين إلى أن معظم الأشخاص ليسوا بحاجة إلى الامتناع عن الطعام في الليلة السابقة لفحص نسبة الكولسترول في الدم فقال الباحثون أن نتائج فحص الكولسترول التي تم جمعها ما بين ساعة وست ساعات من تناول وجبة الطعام لا تختلف بشكل من الحب عن النتائج التي يتم جمعها عاقب إجراء الفحص العينة بعد الصيام طبعا دكتور بورج نوردست جارد ما أكمل الخبر خليم بارجع حق هذا الخبر بعدين بس خليم ناخذ الدكتور سامحوني يا جماعة الخير بخبركم عن الموضوع هذا بعدين دكتور صباح الخير صباح الخيرات أهلا وستان أول شي من زمان يعني ما شفناك واشتقنا لك وسامحنا بعد نحن دخلنا في النصمة بين عمليتين عندك لكن دكتور أجريت عملية ناجحة عملية صعبة على حسب ما بلغوني الشباب في الإعداد أبو أتعرف في البداية عن هذه العملية يا ترى مما كانت تعاني المريضة عطنا فكرة عامة شو اللي صار معها البنت وقت شفت أنا عمرها سبع سنوات عندها تضيق شديد في منطقة بلحنجرة أسفل حبال الصوتية كانت تعاني من ضيق نافذ شديد جدا للأسف عملت 18 عملية هي موافدة ببلدها تروع بلدها يعني هي مدقت تروح 18 مرة راح ترجعي على مدى سنسين يعملولها توسيع وما يعملولها في شيء متصنيع هو توسيع الحنجرة كانت وقت جاءت لأنها يعني هم تستخدم يعني تصور سنتين ما زاد وزنا نهائيا لأنه هم تستعمل كل عضلات التنفس كأنك هم تجري مسافة طويلة بشكل دائم هم هم تستخدم كل عضلات التنفس فقط للجهد اللي هم تفزله للتنفس ذلك ما زاد وزنا نهائيا لأنه الجهد اللي هم تفزله فقط للتنفس لأخذ النفس وأخراج النفس طيب عملنا لتقييم نظرنا الحنجرة يعني يمكن أكبر من راس الدبوس شوي تصور واحد عام رابع العمر من راس الدبوس هم 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 عملنا لأعملية توسيع بأخذ طعم غضروفي من جدار الصدر طرف القفص الصدري في غضاريف هم نزعنا القالب الحمد لله هم تنفس بشكل طبيعي وتم هي طبعا خلال فترة فتحنا لفتحة من رابطة لأنه القالب يكون مسكر مكان وما بكتنفس من خلاله أو الجبيرة فيكتو فتحنا لفتحة من رابطة الآن رجعت تنفس بشكل طبيعي ولا حاجة للفتحة من رابطة الحمد لله الحمد لله طيب دكتور يعني بس عشان أوضح للمستمعين هذه العملية مدى صعوبتها وكيف التقنيات هذه هي تقنيات يعني متطورة تم ادخالها في مستشفى دبي وأيضا قسم الأنف والأذن والحنجرة في المستشفى حقق الكثير من الإنجازات فهذه العملية واحدة من هذه الإنجازات التي صارت فنتحدث عن التقنيات التي تم استخدامها في هذه العملية بتفصيل أكثر وأيضا عن الإمكانيات المتوفرة في قسم الأنف والأذن والحنجرة في وقت لاحق تفضل دكتور طيب التقنية هي تقنية جراحية أكثر من عندها عندها انتداد شديد جدا عادها بجينة تضيقات مش لها الدرج يعني تحتاج أن تحط طعم أمامي وطعم خلفي يعني تتوسع الحنجرة بقدر الأمكان لقد تنفس البنت بشكل طبيعي الحنجرة تتكللت بالنجاح عملنا كذلك عملية مش تتوضل هذا الكلام يعني نحن أي عملية بنحكي عنها لننتظر النتائج مو بنحكي عنها فورا عملية صحيح أجلت العملية من حوالي تسع شهور صحيح تلعب كذا ما عندما مشكلة البنت نهائيا بالتدريج من المنبوبة لو وصلنا نتيجة العملية لأن البنت تتنفس بشكل طبيعي لذلك تم أخذ خبر بالإعلام لأنه مو بيكفي جراء العملية بيكفي تاخد نتيج النتائج نتيجة ما عمنا نحكي عنها بالضبط نعملين بمشهد وبي حوالي 10 عملية من هذا النباط هلأ 6 منها نقومنا النبوب الثانين عم ينطروا الفترة الانتقالية اللي هي اللي يتعود لأن أتأكد أنه ما تشكل لتيجي انتهابي بمكان العملية لأن الآن أنا في فائزا من أول عملية مشفى دبي من حوالي سنتين ونصف كان أول عملية تجرب الدولة وإلى الآن صار طفلة ما حنحكي منين لأنه هي عم تروع بلدة عم تعمل التوسيع لأحسن ما في اسم 18 توسيع بالطب بعد ما نجحت العملية يجيت الأم قالت لي أوصعت تنفس البنت بالأسنصور بالمصعد قلت لليش كان التعمال قلت كان تطلع بالمصعد كان تحبس نفسها لأنه نفسها صوته عالي كتير مين مواقف بالمصعد بيسمع من روح على الجوه البنت تعقنت البنت نفسي من الموضوع نحن بالطابق 17 أوقات تزرق حتى إذا عم وقف الأسنصور بالمصعد بأماكن فرضا قال كتير في ناس عم وقفوا قاتلي توصل لدرجة أنه بتزرق وترفض أنه تنفس لأنه كله بيشفق عليه خدوه على الجوه خدوه على الجوه حتى نفسية البنت ارتاح تأير صحيح أمورها بخير بعدين حكت للأم قاتلي أوه لا ما حكتلي بالمصعد الحمد موضوع جدا مزعج أن الواحد مو قادر يتنفس يعني تخيل تطور ليل نهار ليل نهار أنت عم تستعمل كل عضلاتك وطفلة الحمد لله تخللت بالنجاح رجعت من طبيعتها ما كانت عم تروع المدرسة لأنه نتيجة المشكلة التي عندها حتى تقرير حترجع مدرسة وبالآن حتروع المدرسة لأنه ما كان في المدرسة دكتور عندي سؤال في هذا المجال دكتور الآن بعد ما زراعنا وبعد ما سوينا هذه التقنية مستقبلا لما تكبر البنت هل هناك مضاعفات ممكن ترجع لها الحال لا سبحان الله أنت الغضروف قرعت مكان ثاني بس من نفس الجسم بيرجع بيكبر نفس الغضروف مع نفس الحنجرة سبحان الله يعني أنا لساغل 12 هون بشاغل بين بين سوريا وإنجلترا وبنظرها ونظر كل فترة منعملهم تنظير بتلاقي الغضروف نفسه صار جزء من الحنجرة وبيكبر معها هاي العمليات تعامل للأبصال تخيالك أن الغضروف بصير صغير بتكبر الحنجرة من وراء لا 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 تجي تروية دموية له بصير بيكبر مع المحيط فإذا خلص خلصنا المشكلة طول عمرك إن شاء الله إن شاء الله أزاكم الله خير يا دكتور يعطيكم العافية وسامحنا تسألني تطورات القسم إن شاء الله بمشفى دبي صحي بجاوبك على سؤال تألتها أنا بناخذ باختصار دكتور بس بسريع أشهال بإنجلترا بحوالي عشر سنيين تجهيزات قسم إن شاء الله إن شاء الله بمشفى دبي أحسن من التجهيزات في إنجلترا كل شي تجهيزات تطلب عنها كل شي عملية على قبل أن تجرى تجرى من الليزر من جهات تفتيت للأبوليبات لا يوجد شيء بالعالم أي أجهزة وتقنية ما موجود بالمشفى اللهم لك الحمد أزاكم الله والحمد لله مستوى عالي نوعية خدمة عالية جدا نبارك لكم ولحكومة دبي ولشعب دبي والإمارات بالسروح الطبية المتميزة أزاكم الله خير يا دكتور دكتور جمال قسوم السشاري أمراض وجراحات الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى تبين نحن شاكرين لك هذه المداخلة ونتمنى لكم إن شاء الله دائما التوفيق في مختلف العمليات التي تقومون فيها جهد جميل ومقدر ومثمن ويعني هذه شغلة جميلة جدا أنك استطعت أن يعني تعطي بارقات الأمل للعيش بصحة وسعادة وسلامة لطفل يعني ويعود لممارسة حياة الطبيعية بهذا الشكل أنتم بالفعل وإذا الحالة بشرنا بالسعادة وإنك أنت بتلاحظ نفائز للعمل اللي أنت صحيح وإن شاء الله رمضان مبارك عليك وعلى كل الأخوة المستمعين آمين يا دكتور وسمح لنا غطيناك نحن اليوم وخذنا من وقتك عندك عملية شكرا جزيلا يا دكتور إياها لبيك أحنا سلامة إذن مستمعين كان دكتور يعني يتحدث عن من بين الأشياء الجميلة التي تكلم عنها الإمكانيات التي تتوفر في قسم الأنف والأذن والحجر بمستشفى دبي وذكر أنه من خلال عمله في إنجلترا يقول أن مستشفى دبي هذا القسم يمتلك إمكانيات وأجهزة أفضل من التي تتواجد في المكان اللي كان يشتغل فيه قبل الإمارات خارج الدراء وهي واحدة من الدول المتقدمة يعني في مجال الطب وأحيانا نحن نبعث بعد كذلك مرضى للعلاج في هذه الدولة عموما ما نطلع فاصل وبعد الفاصل ما نرجع ما نتحدث يعني إن شاء الله عن توسعات هيئة الصحة في العديد من المجالات وما نركز على مجال اللياقة الطبية فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في الجزء الخير وبرنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بتعاوني مع إذاعة نور دبي مستمعين يمكن في الفاصل الثاني أنا ما كملت الموضوع الخاص بالصوم قبل فحص نسبة الكروسترول في الدم يقول مجموعة من الخبراء الطبيين خلصوا إلى أن معظم الأشخاص ليسوا بحاجة إلى الامتناء عن الطعام في الليلة السابقة لفحص نسبة الكروسترول في الدم وقال الباحثون أن نتائج فحص الكروسترول التي تم جمعها خلال ما بين ساعة وست ساعات من تناول وجبة الطعام لا تختلف بشكل ملحوظ عن نتائج التي تم جمعها عقب إجراء الفحص العينة بعد الصيام الدكتور بورج نودرستراج الباحث الرئيسي في الدراسة التي أجريت في جامعة كوبنهاغن في الدنمارك قال من الممكن أن تنفذ توصيات الدراسة في الغد دون مشكلات على الإطلاق وضاف اليوم اللاعبون الأساسيون في اللبخاء على الإجراء الامتناء عن الطعام هي المعامل الطبية بإمكانهم ببساطة أن يوقفوا هذا الإجراء في الغد وحينها لن يمتنع أحد عن الطعام بعد الآن هذا ما فعلناه في الدنمارك وكان المرضى والعاملون في العيادات الطبية والمعامل سعداء بهذا التغيير طبعا بورج دكتور بورج يقول أن اللاعبون الأطباء كانوا في الأساس يطلبون دائما من المرضى الامتناء عن الطعام في الليلة السابقة لفحص كورسترول وبالتالي اعتاد الناس على هذا وباتوا يمارسونه دون حتى السؤال عن جدوى وقال الباحثون في دورية اليوروبيان هارت جورنال إنه في العادة يسحب الدم من المريض لإجراء فحص كورسترول بعد ثمان ساعات على الأقل من امتناعه عن الطعام وفي عام 2009 بدأت الدنمارك اتباع اختبارات كورسترول دون الامتناع عن الطعام وقال الباحثون إن أحدى مزايا هذه الخطوة هي أن الاستمرار تناول الطعام قبل الفحص يسهل المسألة للمرضى والاطباء والمعامل وإيضا من المرجح جدا أن يشجع المرضى على الخضول للفحص وفي البحث الجديد التقى الفريق الدولي للباحثين مرتين لبحث البيانات التي حصلوا عليها من عدد كبير من الدراسات وتوصلوا إلى أن استمرار تناول الطعام مقارنة بالامتناع عن تناول الطعام لا يغير بشكل ملحوظ مستويات المواد التي يشملها فحص الكورسترول يمكن أن واحد من أكثر الأشياء اللي يعني أجد فيها صعوبة أني أنا سوي هذا الفحص عملية الصيام قبل فترة لأن خارج رمضان تعرفون واحد يصوم تذا عن القهوة ويصوم عن بعض العادات اللي يسويها شوية صعبة فخبر يعني نشوفه جيد وبالعكس مثل ما قال الدكتور أنه بيشجع على إجراء هذا الفحص مستمعين دشنت هيئة الصحة بدبي الأسبوع الماضي مركز أبتاون لفحوصات الصحة المهنية وهو أحد المراكز الطبية للهيئة والأكثر تميزا على مستوى الدولة من حيث تطبيق أرقى المعايير الدولية في مجال التخصص ومستويات التجهيزات الفائقة والمختبرات الدقيقة التي تستهدف إجراء الفحص الطبي المهني لما يزيد على 2500 مراجع يوميا من الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي والخاص في دبي نحن نتحدث عن توسعات الهيئة في هذا المجال وأيضا يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور أحمد بن شلبان المدير التنفيذي لقطاع خدمات المستشفيات في هيئة الصحة في دبي حياك الله معنا دكتور صبحك الله بالخير صبحك الله بالخير والنور يا مرشبه وسهلا يا هلا دكتور يعني الفترة الماضية شاهدنا العديد من التطورات في هيئة الصحة في دبي منها افتتاح مركز أبتاون خلنا في البداية نتحدث عن هذا المركز وأهمية إنشاء هذا المركز بالنسبة هذا المركز يعني جاء انطلاقة من استراتيجية هذه الصحة الجديدة ويتي تستهدف لتطور الخدمات المتعلقة للصحة العامة والتي منها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية نوفرها للجمهور يعني سواء في مراكز اللياقة الطبية أو أيضا المراكز الجديدة لفتحة الهيئة ومنها مركز أبتاون الذي يقدم البحثات الصحية للمهنيين والعاملين نعم والهيئة أيضا يعني في طور أيضا توسع في هذه المراكز على مستوى دبي وخاصة ما شاء الله لما تشهد دبي من التطور العمراني والسكاني فلازم نحافظ على مثل ما نحافظ على أيضا المرضى لازم نحافظ أيضا على العاملين المهنيين سواء الموجودين في المطانع في المدارع في مجال التغذية وأيضا الطيران وغيرها كل هذه يعني تهدف لتقديم خدمات متميزة لهذه العاملين اللي هم الناس اللي موجودين معاهم في بيئة العمل طيب دكتور أنا عندي عندي سؤال يعني شو هي الخدمات اللي يتم تقديمها للمراجعين في هذا المركز نعم الخدمات اللي نقدمها تهدف هذه الخدمات للاكتشاف المبكر لعوامل الخطر الموجودة حول العامل بيئة العمل مهمة جدا وبنفس الوقت أيضا نحن نتدخل يعني مباشرة مبكرة للوقاية والعلاج هناك أكثر من 15 فئة مثل ما ذكرنا هناك العاملين في مجال التغذية الناس في المطانع الناس مثلا في الأماكن الزراعية وغيرها يعني كل عامل له مثل ما ذكرنا برتوكولات و مجموعة من الفحوصات المتعلقة في مهزة التي يعمل فيها جميل الآن دكتور كم وصل عدد مراكز فحوصات اللياقة الطبية في دبي وأيضا يعني كيف كيف يتم توزيعها يوجد في دبي في حدوث 14 مركز اللياقة الطبية وعندنا مركز متشامل متميز في أبتاون تم تدشينه الأسبوع الماضي من قبل معاه لحن الالكتراني رئيس الإدارة والمدير العام هناك بعض الخدمات بإصطحة المهنية موجودة في مركز جبل علي وموجودة أيضا في مركز الكرامة جميل هناك مثل ما ذكرنا فحوصات كثيرة تقدمها مراكز اللياقة الطبية هناك خدمات تقدمها تخلص في أربع ساعة وهناك خدمات أيضا يتم الانتهاء منها في 24 ساعة وخدمات أخرى خلال 48 ساعة وهناك البحوصات التي يعني يتم إنجازها خلال الأوقات المحددة دكتور ما أدري إذا عندك بعض الأحصائيات والأرقام عن عدد المراجعين لمراكز اللياقة الطبية يعني خلال الربع الأول من العام الجاري في الربع الأول من العام الجاري عدد المراجعين وصلوا إلى أكثر من 550 ألف مراجع على مستوى مراكز اللياقة الطبية في 2015 وصلوا إلى أكثر من مليونين ومئة مراجعين طول السنة طول السنة في حدود مليونين ومئة نعم ما شاء الله والحمد لله الرذم يعني في تطاعد يعني دكتور الآن وصلنا ما شاء الله أكثر من 550 ألف وخمسين مراجعين جميل دكتور هذا يقودني إلى حجم الخدمات التي تقدم في هذا المجال ومستواها حقيقة يعني قلت لي 2 مليون وكم دكتور 2 مليون ومئة ألف ومئة ألف مراجعين يعني عدد كبير في سنة واحدة قدمتم لهم هذه الخدمات في مختلف مراكز مراكز اللياقة الطبية نحن نتمنى لكم توفيق ونتمنى أيضا المزيد من التوسع في هذا المجال ما ديري دكتور إذا تبغي توجه كلمة أخيرة قبل أن ننهي اللقاء مثل ما ذكرنا الصحة المهنية هي فرع من فروع الطب وهذه الخدمات موجودة على نطاق ضيق يعني على مستوى الإمارات فنهدف أيضا من هذه الخدمات التي تتوسع أو يكون لها أيضا صدق المجتمع أن العاملين لازم ناقض بالنا منهم نقدمهم الخدمات الوقائية والتعزيزية وأساس أن كلمة كانت العامل محافظ عليه من ناحية المهنية يؤدي إلى إذكاجية أكثر وكفاءة أكثر ونخفف من نسبة تتغيب فيها وندعو أيضا أن الشباب خرجين كليات الصف أن يستبقون إلى هذا التخصص أنه من التخصصات الهمة جدا وموجود الحمد لله في هيئة الصحة البرامج المحتمدة أيضا لموضوع الصحة المهنية والصحة المهنية لها برامج تدريبه فهذا أيضا يؤدي إلى زيادة زيادة الوعي واستمام أيضا الصحة في موضوع الصحة المهنية جميل دكتور أنا بارك بشدد هذا على مسألة الدعوة إلى التنبؤ لبعض التخصصات ومن ضمنها هذا التخصص اللي ذكرت الدكتور وأيضا يعني أنا ودي بعد كذا كنت تفتح لي وائد مجالات لأسئلة مختلفة جدا ومواضيع مختلفة جدا في الحديث معاك دايما دكتور لكن إذاك الله خير ونحن سعيدين جدا بالجهود التي تقدم في هذا المجال ونتمنى لكم التوفيق الدائم دكتور أحمد دكتور أحمد بن شلبان المدير التنفيذي لقطاع خدمات المستشيات في هيئة الصحابي دبي شكرا جزيلا لك حياة الله شكرا شكرا إذن مستمعين كان معنا الدكتور أحمد بن شلبان وكان يحدثنا عن التوسعات في المراكز اللياقة الطبية هذه الخدمات التي تقدم في هذه المراكز من قبل هيئة الصحابي دبي فكل الشكر لجميع العاملين في هذه المراكز وأيضا هنا بعد أبغي أتوجه كذلك شكر لبراكز الرعاية الصحية الأولية كذلك التابع لهاية الصحابي دبي اللي حصلوا على عشرة مراكز حصلت على اعتراف دولي بتكامل خدماتها الراقية وحداثة التجهيزات العالية التقنية وكفاءة كوادرها البشرية يعني إذا ما نتكلم أن هذه المراكز يعني كلها دخلت هذه الاعتماد كفاكج واحد أو كدفعة واحدة أن كل هذه المراكز يتم تقييمها وإذا مركز واحد فشل كانت كل المراكز ما رح تحصل على هذا الاعتماد ف يعني كل الشكر لجميع العاملين في هذه المراكز الشكر الجزيل حقيقة لجميع الأشخاص الذين يعملون بجد وإخلاص لخدمة هذا المجتمع لخدمة هذا المريض لخدمة هذا العميل أي كان لأن للأمانة يعني مهنة الطب ومهنة حفاظ على حياة الناس هي مهنة راقية جدا يعطيهم العافية في شغلة بوايد جميلة أنا كنت أو ممارسة جميلة كانت يعني تم تطبيقها في الدنمارك أتمنى في يوم الأيام تطبق عندنا هنا في الإمارات ودول الخليج بشكل عام يقول لك الدنمارك تلزم السائقين بتجتياز دورة تدريبية في الإسعافات الأولية تشترط السلطات الدنماركية على جميع السائقين تجتياز دورة تدريبية في الإسعافات الأولية الأساسية قبل الحصول على رخصة القيادة كما قامت السلطات أيضا بتخصيص مراكز اتصال متخصصة مهمتها أرشاد الأشخاص العاديين في الحالات التي تستلزم إجراء للعاش القلبي الرئوي لمصاب ما طبعا هذه الممارسة نحن سويناها في إمارة دبي بالتعاون معه من خلال فريق الأخضر هذه اللي ضمن سباق بناة المدينة اللي أطلق سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد فضمن الفريق الأخضر في هذه الممارسة موجودة اللي هي تشمل الدفاع المدني والإسعاف وشرطة دبي وأيضا هيئة الصحة بدبي طبعا أشارت السلطات الدراسة الدنماركية حديثة إلى أن أعداد الناجي من توقف القلب الذين يتمكنون من العودة إلى أعمالهم في الزياد مستمر وذلك بسبب تدخل المارة من حولهم لإجراء للعاش القلبي الرئوي لهم ويقول معد الدراسة دكتور كريستيان كراغ هولم المساعد السريري بمستشفى جامعة آلبورغ وزميل معهد الأبحاث السريرية في مدينة أن الإنعاش القلبي الرئوي يساعد على الحفاظ على حياة المرضى والجديد في دراستنا هو اكتشاف المزيد من الفوائد لإجراءه وقام الباحثون بتتبع أكثر من أربعة آلاف وثلاثمية شخص في الدنمارك كانوا على رأس عمليهم قبل الإصابة بتوقف القلب وذلك خلال الفترة من 2011 حتى 2015 وقد شملت الدراسة فقط المرضى الذين لم يكونوا في المستشفى عند حدوث الإصابة وتمكن أكثر من 75% من الناجين من العودة لاحقا إلى أعمالهم يعني تمكن أكثر من 75% من الناجين من العودة لاحقا إلى أعمالهم وكان احتمال العودة إلى العمل أكبر لدى من حصل على الإنعاش القلبي الرئوي من قبل أحد المرة أو الأشخاص المحيطين بهم عند حدوث الإصابة وذلك بالمقارنة بالأشخاص الذين لم يتلقوا مثل هذا الإسعاف الأولي وتشير الإحصائيات إلى أن وحدات الطوارئ الطبية تقوم بإسعاف أكثر من 326 ألف حالة توقف قلبي خارج المستشفى في الولايات المتحدة كل عام أيضا عندنا يعني العديد من البرامج اللي سويناه في العاش الرئوي فعشان شيء يعني أنا وايد متحمس إن شاء الله يا رب في يوم من الأيام يتم تطبيق هذا القانون عندنا في الإمارات يعني ما يعطون واحد ليسا إلا هو ما أخذ دورة في الإسعاف الأولية إسعافات الأولية ليش؟ إننا في النهاية هذا يعني بيحول بيسام في تعزين ثقافة مجتمع ككل بأهمية الإسعافات الأولية في هذا المجال موضوع شيء موضوع جدا جميل فموضوع الإسعافات الأولية أنا كان مفروض أني أنا استضيف يعني مجموعة من مؤسسة الإسعاف في حلقة من الحلقات إن شاء الله إن شاء الله بحاول القدر لإمكان أني أنا خلال الفترة القادمة يمكن عقب رمضان فمنشوف شو الوضع في هذا المجال أيضا في شغلة نحن نسويها للأسف بين فترة وفترة أن ناخذ فيتامينات دون استشارة الطبيب لكن تعرفون أن هذه الفيتامينات ممكن تعطي نتاج عكسية يعني وائد ناس يلجؤون خاصة في أيامنا هذه الفيتامينات لحصول على الغذاء اللازم للجسم طبعا بسبب ظروف الحياة العصرية وضيق الوقت الموضوع يعني ما يعطينا وقت كاف أن ناخذ واجبات صحية كاملة طيب يقول لك نتج عن الاعتماد على الفيتامينات مفهوم جديد أصبح من سماء العصر هو الإدمان على الفيتامين واناقتصر هذا الإدمان على الفيتامينات التي تؤدي وظيفة معاونات إنزيمية بهدف تعويض النقص الناجم عن خلل معين في الجسم في جسم الإنسان لكن في كثير من الأحيان يعوض الإنسان النقص لديه بجرعات تزيد في كمية عن المعدل المطلوب مما يؤدي إلى حدوث نتائج عكسية تضر بالصحة يعزز فكر الاعتماد على الفيتامينات انطباع خاطئ يسود بين الكثيرين مفاده أن الفيتامينات تحسن الحالة الصحية وتقويل مناعة علما أنه يفضل تعاطي هذه الفيتامينات بعد مراجعة طبيب استشاري متخصص ليحدد ما إذا كان الجسم بحاجة فعلا إليها طبعا أنا لماذا كريت هذا الخبر لأن هذه ممارسات أشوفها بعيني في الناس اللي حوالي يقولك بالإضافة إلى السعي للحصول على مؤشرات صحية أفضل كما يعتقد كثيرون يلجأ البعض إلى الفيتامينات انطلاقا من دوافع متعددة منها الاستمتاع بنوم هادة أو مضاعفة النشاط وحتى الحصول على طاقة جنسية أكبر بهدف تعزيز العلاقة الزوجية ربما يعد فيتامين سي من أكثر الفيتامينات استعمالا نظرا لما يحمله من فوائد لكن تناوله بطريقة خاطئة يعود بنتائج سلبية إذ أنه قد يؤدي إلى آلام في المعدة اسهال وتنمو الأطراف أو حتى فقدان الإحساس بها علاوة على أن تناول الفيتامينات بشكل عشوائي قد يسفر عن تراكم الدهون في الكبد كما أنه يزيد من مخاطر الإصابة بالتسمم الفيتاميني التسمم الفيتاميني كما أن الإنسان مصاب بالتجلط يتناول أدوية محددة للسيولة مما يعني أن تعاطي فيتامين كي في الوقت ذاته يمكن أن يؤدي إلى أبطال مفعول هذه الأدوية ومن ثم يسفر عن حدوث جلطة دفع ذلك المختصين للتوجه بنصيحة أخرى تتعلق بالفيتامينات وهي أن يقتصر الحصول عليها عن طريق تناول المواد الغذائية الطبيعية مع التشديد على عدم اللجوء إلى تجرعها بالحبوب والعقاقير دون العودة إلى استشاري واضح؟ يعني لحد يفتيننا والله هالفيتامين زين خذ خذ حبتين جذة ولا سو جذة لا يا حبيبي موضوع تعال وبلع لا موضوع في استشارة طبية في فحوصات معينة لازم تأخذها ولازم تعرف شو الكميات اللي أنت تحتاجها فالله يخليكم لاحد يسمع نصايح ربعة في الفيتامينات وهذا موضوع ثاني بعد المكملات الغذائية عموما وفا عايش بتكون معانا إن شاء الله في رمضان ما نطرح وايد مواضيع معاها خلال هذا الشهر الفضيل فحلقتنا بتكون حلقات مميزة في رمضان نصحكم أنكم تابعونا وأيضا إذا باتشر رمضان نقولكم كل عام ونتم بخير وإذا عقب باتشر بعد ما نقولكم كل عام ونتم بخير من باتر نحن نبتدي معاكم التجهيز لهذا الشهر الفضيل باتشر بتكون حلقاتنا لاستعدادات وتهيئة الإنسان أو الشخص لاستقبال هذا الشهر الفضيل لكي يكون بيأتم صحة وبيأتم يعني سعادة بعد إن شاء الله عيسى إن شاء الله عصب علي قال لي يختم قلت إن شاء الله أنا ملاحظ أن عيسى ما يعصب علي إذا في بعض الناس يدخلون الستوديو ف ايه صح صح عادة ما رو ما أقول شي لأنه يتكونوا يا يميث بنبيات فرمضان عموما تأخرنا على الوقت شاكر لكم تواصلكم معنا وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وفي الإخراج كان معنا لساد عيسى سبيل وفي التنسيق شواغ مسعد وحتى نلقاكم في الغد إن شاء الله نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي